السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم حمزة سالم وأهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو اليوم الجماعة كوفي بريك بس على القاعدة وفعليه مش كوفي فمية نشرب بسم الله اليوم الجماعة رحكي على موضوع وهو إذا بدأ سميه هو على الأغلب رح يكون لترنت خلال 2024-2025 أو حتى حتى لسنين القادمة بالنسبة لموضوع الـ AI وهو تقليل تكلفة استخدام الـ AI من الأسوأ اللي ما منشوفه هو بالوقت الحالي يحدث كل تطبيقة أو application بربط directly to AI bot أو أي نوع من الـ AI قعب برتبط عليه بيستخدمه لكل use case وهذا إشي خاطئ مية بالمية يعني إحنا اليوم بدلنا كل الـ components الموجودة جوه المواقع لـ LLMs لـ Large Language Model اليوم لو بدك تحكي high برد لك high من الـ LLMs طب تخيل اليوم أنت عندك موقع شغال عليه LLM هذا الـ LLM أنت مستخدم OpenAI API فأنت اليوم بتكتب hello هو رح يرجع لك برد الـ hello المباشرة العادية أنه بقولك hello how can I serve you whatever هاي عبارة مثلاً في اللغة الإنجليزية كل كلمة عبارة عن token في اللغة العربية كل حرف وكل حركة عبارة عن token يعني أنت اليوم قاعد تحكي عن لو نحسب أنه 3000 token أنت اليوم قاعد بيعدلك أحرف مع حركات لذلك أنا برأيي كل الناس اللي حالياً بيعملوا إنتيجريشن للـ OpenAI API قاعدين بيغلطوا أكبر غلط في موضوع اللي هو الصرف يعني تيجي اليوم بتعمل إنتيجريشن للـ System تبعك جوه LLM وهذا LLM اليوم أنت بتحكي معه عن طريق الموقع بشكل مباشر فكل حدا بتفاعل مع موقعك أنت بتدفع عليه مصاري فعلياً كل نوع من أنواع التفاعل كل ميسج كل إشي أنت فعلياً بتدفع عليه مصاري طبعاً رح تقول لي آه بس إحنا بندفع كمية قليلة نعم أنت بتدفع كمية قليلة بس تخيل لو اليوم عندك 50 ألف 100 ألف أنت اليوم رح تدفع مصاري بس على كلمة Hi or Hello لذلك أنا برأيي من التوجهات في الوقت الحالي في البزنس أنه أتحاول قلل من صرف أو ميزانيات التطبيقات خصوصاً مثلاً للـ LLM أو لغيرهم لذلك في بتوجهي أنا عادة في مجال الاستشارات اللي جوه شاور في عنا سكشن خاص بتقليل تكلفة التطبيقات العامي اللي بالوقت الحالي أو اللي بدك تعملها يعني اليوم أنت بتفكر تعمل تطبيق باعتمد على الذكاء الاصطناعي هل بتعتقد أنه التطبيق بحد ذاته صعب؟ أنا رحكي لك إياها مفاجأة التطبيق مش صعب اليوم أنت بتقدر تجيب حدا يسمو بـ Prompt Engineers أو حدا يكتب لك المناسب حتى يطلع لك شكل الـ Application اللي بدك إياه بدك إياه بوت بدك إياه أبليكيشن بدك إياه حتى لو عندك basic knowledge بسيطة في الويب سايت أو حتى في الموبايل أو حتى في الـ Bots in general لكن مشكلتك الآن هل هذا السيستم ساستين أنه يكون أنت تدفع عليه فلوس وهي الفلوس تكون أقل ما يمكن؟ هانا يا جماعة اللي رح يصير اللي هو موضوع الـ Optimization للـ L-Lams أو Optimization لاستخدام الذكاء الاصطناعي خصوصا إذا أنت اليوم تدفع عليه مصاري أنا برأيي أي حدا بستخدم OpenAI لازم يعيد النظر في الاستخدام المباشر إلها لازم يفكر ويقول أنا متى بستخدم OpenAI أو أنا متى بستخدم L-Lams وهل أنا بستخدمها لكل إشي؟ وهل أنا بستخدمها عشان تعمل Generate لـ Content ولا ترتيب لـ Content؟ لازم يتكون هاي الأشياء واضحة لذلك برأيي كل منتج اليوم إذا كتعمله كل منتج شو ما كان يكون؟ إيش ما كان يكون عبارة عن بوت، أبليكيشن، ويبسايت، whatever لازم يكون عندك استراتيجية لتقليل التكاليف استراتيجية تقليل التكاليف ممكن تقرأوا البلوغ اللي أنا عاملها هترك لكم إياها في التعليقات وارجيكم Use Cases إحنا وصلناها مع ناس كانوا بهم يدفعوا من Day One وقلنا لهم لا تدفعوا إحنا اليوم نحاول قدر إن كان نمشي ببلاش لفترة لا بأسة بها خلي أحكي لكم شوية عن تفاصيل كل الخدمة هاي خصوصا ليحنا بنعمله؟ إنه إحنا اليوم بيجينا Product تمام؟ Product عبارة عن موقع ويبسايت، whatever بيستخدم LLM ولا ما بيستخدم LLM منيجي منفكر أنه أوكي طيب إحنا اليوم أنت عندك هذا الـ Product يا حمزة إيش بدك تعمل معه؟ منشوف كيف بصرف مصاري كيف بصرف مصاري؟ بيستخدم مثلا OpenAI API منقول طيب أوكي شو نوع الـ Interaction مع الـ OpenAI هل هو اليوم بس هلو هاي وكذا؟ ولا في interaction معين؟ بعدها من بلش نعمل tweaks أو تغييرات في الـ Interaction إذا كان الموضوع simple conversation إنه هلو هاي هالأشياء ممكن تتحول لـ Systems Already جاهزة System Already عام للبوت والتفاعل مع البوت هذا مجاني وتقدر حتى ترفعه وما كان يكون هذا أول نقطة بعدين من يجي منقول أوكي طيب هل أنت بحاجة معلومات الـ GPT ولا هل أنت بدك عندك Knowledge Source مختلف؟ وهذا الإشي يطلق عليه إشي ثاني مختلف إنك إنت مثلا تربطه اليوم في Database Database سيتكون Vectorize والـ Data تبعتك معمولها Vector ومضافة إلها فأنت اليوم هنا وصلنا لمرحلة أنت مش بحاجة GPT Directly أنت مش بحاجة جهة GPT عشان يعمل لك هذا الإشي أنت بحاجة Architecture بسيط ممكنين أعمل عشان تبطل تصرف الكمية اللي أنت بتصرفها من GPT GPT يصير يرتب لك المعلومات أو GPT فعليا ما يعمل لك generate للمعلومات فعليا يأخذها من عندك مثلا الأسئلة المتكررة في الناس حتى تسأل نفس السؤال ليش تروع على GPT وتسأله مرة ثاني لذلك أنا برأيي وهذا ملخص الفيديو أنه فعليا إحنا حاليا خلال السنوات القادمة رح يصير في عنا شغل كيف نقلل تكلفة التطبيقات أو كيف نقلل تكلفة المواقع وهذا هو الجزء اللي يمكن أنت كـ developer لازم تفكر عليه كيف تقلل كيف تحمي كيف تفكر كيف تعمل الإشي عن جد بيرفكت كيف عن جد لما تعمل الإشي هذا الإشي يكون بيرفكت وإن شاء الله خلال الفترة هاي في القناة حاول قدر ما كان أورجيكم أمثلة من Product Hunt Product Hunt هو أحد الووبسايت اللي الناس ترفع عليها مشاريعهم ونأخذ لنا واحد مثلاً البست براكتس والورست براكتس ونجرب مع بعض وأرجيكم كيف أنت اليوم عن جد ممكن تحمي هذا الـ API تبعتك أو تحمي موقعك أو حتى مش بس تحمي تحميه وتحاول قدر مكان توفر في الإستخدام وهذا يمكن الإشي الوحيد اللي اليوم باجي بحكي لك إياه لو اليوم بدك تعمل Application أو بدك تطور على Application تبعك أو التطبيق أو Whatever أيش بدك تعمل Extend أو غيره لازم تفكر في موضوع كيف تقلل من التكاليف على Long Term ما تفكر فقط أنا اليوم بدك تجيب واحد يعمل ليه ب3000 وبس لا كيف اليوم بدك تعمل ليه بحيث أن يوفر علي في المستقبل وكل ما يكبر السيستم يوفر علي بدل ما أنا أدفع بزيادة الناس السحلينة جماعة وهذا الجنون الـ AI اللي قاعد بصير الناس قاعدة بتستخدم Open AI في كل شيء أنا لهيك مرحلة إنه أنت اليوم عندك centralized service اسمها Open AI والسيستم تبعك ما بيشتغل غير عليها يعني ليش ما يكون في مثلاً باك أب معين إنك أنت اليوم سيستمك بقدر يجاوب بنطاق معين لكن بيستخدم الـ AI مثلاً في تحسين الإجابة أو مثلاً بعادة صياغتها أو غيره لذلك برأيي لازم الـ و لازم الـ حالياً الآن تفكر كيف تقلل من استخدام أو كيف تقلل من استخدام أو تستخدمه بطريقة مثالية عشان كل ما السيستم يكبر أو كل ما البزنس يكبر يقل عدد والسيستم يصير بالنسبة إلك على مستواك الشخصي أو على مستوى تبعك يكون أكثر تخصصاً وأكثر دقة بحيث إنه عن جد يعطيك معلومات أدق وبنفس الوقت يكبر السيستم معك بدل ما هما وبنقاعي تكون انت مبني كل البزنس موديل تبعك عندهم أعطيكم ألف عافية